أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أيها الأحبة مرة أخرى في دقاءنا الثاني مع المادة الرائعة والمحبوبة مادة الفن، مادة التربية الفنية مادة الذوق، مادة الفنون، مادة الجمال سنراجع الآن إن شاء الله الدرس الثالث في الوحدة الثانية والذي كان عنوانه عن الإنسان والرسم في موضوع الإنسان والرسم أيها الأحبة تعلمنا كيف كان الفن موجود منذ القدم فقد كان الإنسان البدائي أيضاً يرسم وكان لديه فن وكان هذه الرسومات يقوم بعملها على الصخور وفي جدران الكهوف وكما نشاهد هنا على السبورة يوجد لدينا صورة أو رسمة لحيوان هذا الحيوان هو الغزال رسمها الإنسان البدائي القديم على هذا الجدار حتى يثبت موضوع التاريخي أو ربما يعبر عن فنه وعن الجمال الذي رآه في الطبيعة يعبر عنه على جدران الكهوف طبعاً منذ قديم الزمان عرف الإنسان الرسم قبل الكتابة فقد كان يرسم بالألوان التي يحصل عليها من جذوع الأشجار ومن النباتات ويستخدم هذه الألوان على جدران الكهوف أيضاً كان يستخدم أصابعه والأحجار أحياناً في الرسم فلم يكن يملك قلماً أو فرشة الإنسان البدائي أيها الأبناء الطلاب وبنات الطالبات الإنسان البدائي لم يكن لديه ألوان مثل التي لدينا اليوم لم يكن هناك مكتبة يذهب إليها ليشتري الألوان أو محلات متخصصة في أدوات الرسم وإنما كان يبدع ويستخدم الأشياء المحيطة في البيئة نحن نتعلم هذا أيضاً ونستخدم الأشياء المحيطة في بيئتنا المحيطة ونستفيد منها في التلوين كان الإنسان القديم يستخدم بعض الفواكه مثل الرمان الأحمر ومثل العنب الأحمر كذلك في إنتاج اللون الأحمر وغيرها طبعاً من الألوان الأخرى كان ينتجها بعض الأحيان يعصر بعض النباتات الخضراء فتخرج منها عصارة لونية ذات لون أخضر فيلون بها الجدران أو يلون بها حتى ملابسه كانوا يستخدمون هذه المواد هناك ما يسمى بالكركديه وهو نوع من المشروبات كان يستخدمه الإنسان أيضاً في التلوين تلوين الأقمشة والملابس وإضفاء اللون الوردي أو اللون الأحمر الغامق عليها الكثير من المواد الطبيعية التي كان يستخدمها الإنسان ولكن كانت توجد بصعوبة في الطبيعة كذلك كان يأخذ الصخور الملونة ثم يطحنها إلى أن تصبح مثل البودرة الناعمة جداً ويخلطها مع بياض البيض ويخلطها مع مواد أخرى حتى يصبح هذا اللون يلتصق على الجدران أو يلتصق على أي شيء آخر ويصبح ثابتاً وقد وجدنا كثيراً في الكتب وقرأنا أيضاً في مواقع الإنترنت عن آثار للإنسان القديم باستخدام الألوان القديمة وباستخدام الخطوط والرسم بداية الرسم عند الإنسان القديم كانت بالخطوط طبعاً كان يستخدم أصابعه في التخطيط على الأسطح الطينية اللينة فبعدما تجف هذه الأسطح الطينية تبقى الكتابة ثابتة أيضاً كان يستخدم الحجارة في الحفر والنقش على الجدران الكهوف أيضاً يستخدم بعض القطع الخشبية المحروقة مثل الفحم ويخطط بها بعض الخطوط الأخرى كانت مثالاً لحفظ التاريخ وأحياناً لإعطاء رسائل للآخرين الذين سيمرون من نفس المكان أو من نفس الكهف هذا أو من عند هذا الجبل فكان الإنسان البداي يترك رسائله على شكل رسمات لم يتعلم الكتابة والقراءة ولكن كان يترك أثاره على شكل رسمات مختلفة على الصخور وعلى جدران الكهوف بعد ذلك بعد الإنسان البداي القديم تطور الحال وعندنا أباءنا وأجدادنا أيضاً كانوا يحبون الفن ويحبون الرسم وكانوا يرسمون لتزيين بيوتهم وأدواتهم فزينوا الجدران والأبواب كما نشاهد في هذا الشكل شكل رقم 16 هذه صورة لأحد الأشخاص وهو يستمتع بمشاهدة هذا الباب الخشبي القديم هذا الباب الذي زينه آباءنا وأجدادنا في بيوتهم القديمة طبعاً هذا الباب موجود وتشتهر به المنطقة الجنوبية تحديداً منطقة أبها وما حولها هذا الفن يسمى فن القط العسيري استخدم فيه الفنان ألوان مختلفة منها الألوان الأساسية التي تعلمناها نعم الأصفر والأحمر والأزرق أحسنتم الألوان الأساسية الأصفر والأحمر والأزرق موجودة على هذا الباب وكذلك هناك بعض الألوان الأخرى مثل البرتقالي وغيرها والأخضر وغيرها طبعاً من الألوان الأخرى استخدم فيها أباءنا وأجدادنا هذه الأبواب في تزيينها وتجميلها طبعاً هذه الألوان ولكن بالتخطيط وستخدم الخطوط المختلفة والمتنوعة من أجل الرسم والتلوين كذلك لدينا صورة أخرى هنا على الشاشة كما نشاهدها هذه الصورة مكبرة لزخارف رسمها أباءنا وأجدادنا في الزمن الماضي يعني قبل حوالي خمسين ستين إلى سبعين إلى مئة سنة تقريباً في حدود هذه السنوات هذا الفن كان موجود لأباءنا وأجدادنا كما نشاهد هناك أشكال جمالية رائعة جداً أشكال المربعات والمثلثات المتعاكسة وكذلك بعض الخطوط المتكسرة والألوان الأزرق والأحمر والبرتقالي طيب الآن عندنا هذه الصورة كما نشاهد فيها ثلاثة ألوان طبعاً هذه الألوان الأساسية الأصفر واللون الأحمر واللون الأزرق طيب أباءنا الآن وأجدادنا استخدموا هذه الألوان الأساسية في تلوين البيوت وتجميلها إذن تجميل البيوت كان سائد في ذلك الوقت أباؤنا كانوا يحبون الفن ونحن أيضاً نحب الفن إذن الفن ليس حديث وليس جديد في هذا الوقت وإنما هو منذ قديم الزمان ومن آلاف السنين معروف منذ عصر الإنسان البدائي مروراً بعصور أجدادنا وأبائنا ثم بالعصر الذي نحن فيه الآن هذه البيوت القديمة بالرغم من أنها قديمة إلا أنها جميلة جداً واختيار الألوان وتوزيعها والمساحات التي لونوها أباؤنا وأجدادنا توضح لنا مدى الفن الذي وصلوا إليه فاستخدموا الألوان مثل الأساسية الأحمر والأزرق والأصفر وأيضاً مثل الألوان الثانوية الأخضر والبرتقالي والبنفسجي لقد كانوا يفتخرون برسومهم ويستمتعون بها ونحن أيضاً سنفتخر بما نرسم وسنستمتع بأعمالنا الفنية ونفخر بها عندنا في الوقت الراهن فيه فنانين سعوديين مشهورين رسموا لوحات وصلت إلى مستوى العالم وليس فقط على مستوى مدرسة ولا على مستوى مدينة بل على مستوى العالم طبعاً هؤلاء نفتخر فيهم ورفعوا اسم الوطن عالياً في كل مكان منهم الفنان السعودي عبد الحليم رضوي حينما رسم هذه اللوحة وهي من اللوحات الجميلة والمعبرة والتي تحتوي على ألوان رائعة واختيارها متناسق وموزعة بشكل صحيح كذلك الفنانة السعودية منير الموصلي كما نشاهد في هذه اللوحة وهي تصور البيوت القديمة أو بعض البيوت مع بعض الأشياء الفخارية التي كان يستخدمها الآباء والأجداد وهو من الفن الجميل والرائع عندنا أيضاً لوحة للفنان السعودي سعد المسعري رسم فيها بطريقة جميلة ورائعة البيوت وعبر عن فنه وذوقه بهذه الطريقة هؤلاء الفنانين السعوديين رفعوا اسم الوطن بفنهم وغيرهم الكثير الكثير من الفنانين وأنتم أيضاً أبناء الطلاب وبنات الطالبات أنتم أيضاً سترفعون اسم هذا البلد عالياً في كل المجالات ومنها مجال الفنون البصرية والرسم هناك أبناء الطلاب وبنات الطالبات المسابقات المختلفة التي تقيمها وزارة التعليم وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى عندنا بعض الصغار شاركوا في لوحات منها لوحة للطفلة ديمة هذه الطفلة رسمت هذه اللوحة وفازت بمسابقة ملول خطوط السعودية في جدة لو نلاحظ أن الرسمة هذه بسيطة جداً وجميلة فيها ألوان بسيطة فيها خطوط رائعة بسبب جمال هذه اللوحة فازت هذه الطفلة بجائزة وأنتم أيضاً بإمكانكم متابعة الأخبار في أي مجال من المجالات وستجدون أن هناك الكثير من المسابقات التي تقام المسابقات الفنية المختلفة ستقام في أوقات مختلفة من السنة شاركوا فيها أخبروا والديكم عنها ابحثوا عنها أطلبوا مساعدة والديكم في البحث عن المسابقات هذه وشاركوا فيها بالتأكيد ستفوزون وستتعلمون أشياء جديدة بعد ذلك عندنا في النشاط لو طلب منك والديك أن ترسم لوحة تزين جدران الغرفة فماذا سترسم؟ السؤال الأول والمهم جداً هو كيف نرسم؟ بالألوان ما هو أصل الرسم؟ إذن إذا رأت أن تعرف كيف ترسم فإن بداية الرسم هي خطوط بسيطة جداً وأفضل شيء نستخدمه فيه بداية التخطيط والرسم بالخطوط هو قلم الرصاص لماذا؟ لأن قلم الرصاص يمكننا محو الأخطاء التي نرتكبها حياناً ممكن وأنا أرسم أغلط وتخرج يدي على الخط ممكن أغلط ولا أحد يدقني وأحرك يدي غلط ويطلع الخط غلط فليذلك حينما أستخدم قلم الرصاص بإمكاني مسح الأخطاء وإعادة الرسم مرة أخرى لكن إذا استخدمت الألوان مباشرة واستخدمت الأقلام الحبر مباشرة على الورق فإنني إذا أخطأت لا يمكنني تصحيح هذه الأخطاء سنلاحظ الآن مثل هذه الصورة فيها خطوط نحن نحتاج إلى أن نتعلم أسماء الخطوط وأشكالها حتى نتعرف على الرسم يعني أنا حينما أبصر بعيني مثلاً أمامي في الحديقة يوجد نخلة ويوجد شجرة يوجد مثلاً سيارة يوجد بيوت إذن ما هو أصل هذه الأشكال التي أمامي هو عبارة عن خطوط طيب كيف أرى هذه الخطوط وكيف أعرفها لابد أني أعرف مسميات الخطوط فعندي مثلاً على السبورة الآن عندي مثلاً هذا الخط نسميه خط مستقيم طبعاً يعتبر خط أفقي طيب الخط العمودي هذا الخط أيضاً مستقيم ونسميه خط عمودي هناك خط مستقيم آخر وهو بهذه الطريقة هذا خط مستقيم ولكن مائل إذن عندنا حالات للخطوط وهي الخط المستقيم الأفقي والخط المستقيم العمودي والخط المستقيم المائل طيب سأرسم خطوط أخرى لها أشكال أخرى يعني عندي مثلاً هذا الخط حينما أكرره عدة مرات فإنه يكون خطاً متموجاً هذا خط متموج طيب النوع الآخر من الخطوط شبيه بالمتموج هو خط متكسر مثل اللي نشوفها في المستشفى في جهاز تخطيط القلب هذا نسميه خط متكسر طبعاً معرفتي الآن بهذه الخطوط وبمسمياتها وبأشكالها تساعدني في طريقة الرسم كيف سأشرح لكم الآن الآن عرفنا خط متموج وعرفنا خط مستقيم وعرفنا خط متكسر سأقوم الآن باستخدام هذه الخطوط على السبورة حتى نشاهد مع بعض عندي مثلاً النخلة سأحتاج إلى جدع النخلة أرسمها هكذا هل يبدو جدع النخلة بهذا الشكل؟ لا وإنما أضيف إليه خطوط متكسرة بهذه الطريقة فيصبح لدي هذا خط متكسر لكن أنا رسمت الخط متكسر قبل قليل بهذه الطريقة الآن سأعدل الزاوية وأرسم الخط المتكسر بهذه الطريقة هكذا أكون استخدمت الخط المتكسر في رسم جذع النخلة سأكمل الرسمة حتى تبدو واضحة لكم هذا هو جذع النخلة أحبتي طيب الآن أنا رسمت جذع النخلة باللون الأحمر طبعاً ما في جذع نخلة لونه أحمر وإنما يكون اللون بني إذن لكننا نستخدم الآن اللون الأحمر حتى يكون واضح لكم على الشاشة سأكمل الرسم سأحتاج إلى رسم سعف النخل طبعاً سعف النخل يبدو مائلاً على شكل أقواس نسميها خطوط مائلة سأرسم الخطوط المائلة وأغير اللون طبعاً باستخدام اللون سعف النخل ماذا يكون لونه؟ أزرق؟ لا أحسنتم لون أخضر سيكون سعف النخل بهذه الطريقة هذه الخطوط التي أرسم بها سعف النخل سميها خطوطاً مائلة أحسنتم طيب أغير اللون أخذ درجة أفتح وأبدأ أستخدم الخطوط المتكسرة بهذه الطريقة حتى أرسم الأوراق الإبارية التي تميز النخلة عن غيرها من الأشجار فأوراق النخلة أحبتي ليست تبدو مثل الأوراق العادية وإنما تبدو بشكل أوراق إبارية هذا هو شكل أوراق النخلة وهذا هو سعف النخلة وهكذا أكمل إذن الآن تعلمت أني استخدم في رسم النخلة نوعين من الخطوط الخط المتكسر والخط المنحني أحسنتم بالخط المنحني الآن استخدمت النوعين هذه في الرسم تعلمت أنه أنا ما رح أعرف أرسم من إذا عرفت أنواع الخطوط طيب أريد أن أرسم مثلا شجرة هذه الشجرة جذعها يختلف عن جذع النخلة وأيضا أغصانها تختلف عن أغصان النخلة سأقوم الآن برسم الشجرة سأختار مثلا لجذع الشجرة اللون البني أو ليس بنيا ولكن قريب من اللون البني هذا خط يعتبر مستقيم هذا الخط المستقيم الفرق واضح ثم أرسم خط آخر منحني وبعد ذلك أريد أن أرسم فروع وأغصان هذه الشجرة سأستخدم الرقم سبعة حتى يكون واضحا وسهلا الرسم لكم ثم أمد الخطوط بهذه الطريقة وأكمل كل ما مشيت شوي بالخط المائل هذا هو الخط المنحني كل ما أضفت رقم سبعة وهكذا حتى أقوم برسم الفروع وأبدأ أصغر هذه الخطوط شيئا فشيئا حتى يصبح لديه الشكل الأسهل والأوضح للشجرة هذه طريقة رسم الشجرة إذن أبنائي ما هي الخطوط التي استخدمتها في رسم الشجرة نوعين فقط من الخطوط خط مائل في اليمين وفي الإسار وبعدين خط متكسر على شكل رقم سبعة وبدأت أوصل الخطوط المائل إلى مرة أخرى مع بعضها البعض وأمدها حتى يتكون لديه شكل الفروع وشكل الأغصان سأكمل الآن الرسم سأستخدم خط متعرج أو خط نسميه شبه حلزوني بهذه الطريقة معرفتي لأسماء الخطوط أيها الأحبة تساعدني في الرسم الآن أنا أريد أن أرسم الشجرة أو أرسمت الشجرة بالفعل لكن أريد أن أسمي الألوان التي لونتها بها أو الخطوط التي استخدمتها في هذه الشجرة هذه الخطوط تسمى بشكل حلزوني طبعا تعتبر هذه الخطوط ملتفة وملتوية بشكل حلزوني لماذا سميناها بالإسم الحلزوني؟ لأنها تشبه قوقعة الحلزون نحن نعرف أن قوقعة الحلزون تأتي بهذا الشكل مثلا هكذا طبعا هذا حلزون وهو سعيد لأنه قريب من هذه الشجرة هذا هو الحلزون وسبب تسمية الخط الحلزوني نسبة إلى شكل القوقعة على الحلزون سننتقل الآن إلى الرسمة التالية والتي لآبائنا وأجدادنا طبعا عليها زخارف وهذه الزخارف مختلفة ومتنوعة لكن أبائنا وأجدادنا استخدموا الخط المستقيم الأفقي مرة أخرى خط مستقيم أفقي بعد ذلك أضافوا خطوط مستقيمة مائلة بهذا الشكل ثم بعد ذلك رسموا أشكالا هندسية هذه الأشكال نسميها مثل المربع هذه الأشكال مثل المربع هي طبعا وكرروها باستمرار بهذه الطريقة طبعا هذا الشكل يشبه المربع ولكنه ليس مربعا هذا يسمى معين المربع يأتي بهذا الشكل سأرسمه باللون الأحمر حتى تفرقون بين المربع والمعين هذا اللي باللون الأحمر هذا هو المربع المعين يأتي على زاوية مائلة هذا هو المعين سأرسمه بجوار المربع حتى يكون واضحا لكم طيب الآن استخدموا مرة أخرى خط أفقي وبعد ذلك استخدموا خطوط متكسرة أعطتني شكل المثلثات أيضا لونوها بألوان مختلفة هذا أحبتي هو أصل الرسم منذ القدم الإنسان البداية حينما رسم الغزال استخدم خطوط منحنية الإنسان الأجدادنا وآبائنا في التراث الماضي أيضا استخدموا خطوط مختلفة مستقيمة منحنية ومائلة ومتكسرة استخدموا أشكال هندسية مثل المثلثات والمربعات والدوائر وغيرها واستخدموا الألوان المختلفة نحن اليوم أيضا عندنا أبناءنا يستخدمون الخطوط في الرسم مثل هذه الطفلة التي فازت بالجائزة عندنا طبعا مثل ما نشاهد استخدمت الخطوط في رسم السمكة رسمات جميلة جدا وبسيطة ويعني رائعة جدا وأنتم أكيد سترسمون رسمات أيضا ستكون رائعة مثل شكل السمكة بهذه الطريقة طبعا هي استخدمت خطوط منحنية ومتعرجة وبعد ذلك يعني رسمت شكل رأس السمكة أنتم الآن حينما تريدون رسم أي شيء فكروا فقط في الخطوط العامة لهذا الشكل أنا كإنسان أقف أمامكم الآن فكروا في الخطوط التي يتكون منها شكلي أنا أي شخص يقف أمامك فكر في الخطوط التي يتكون منها شكله هناك خطوط مستقيمة هناك خطوط مائلة هناك خطوط متعرجة هناك خطوط منحنية في أي شيء حولنا في الإنسان في النبات في الحيوان في الأثاث الموجود في البيت في الكنبة التي نجلس عليها التلفزيون نفسه عبارة عن شكل مستطيل هذا الشكل إذا أردنا أن نرسمه فلابد لنا أن نرسم مستطيل عندنا أحبة في الشريحة التالية طبعا هذه صورة لرسمة أحد الأطفال واستخدم فيها خطوط متنوعة فعندنا هنا في الأسفل الخط الحلزوني والدراجة عبارة عن دائرة ودائرة أخرى ثم بعد ذلك خطوط مستقيمة ولكنها متقاطعة مع بعضها البعض ثم بعد ذلك أضافوا بعض التفاصيل مثل هذا الشكل والجنزير أيضا الكرسي أو المقعد الذي يجلس عليه راكب الدراجة وأيضا هناك المقود الذي يساعدنا في قيادة هذه الدراجة هذه رسومات بسيطة جدا ورائعة بإمكانكم أن ترسموا مثلها بل بإمكانكم أن ترسموا أيضا ما هو أجمل كل ما ننتظره منكم أن تعرفوا أن أصل الرسم هو الخط وبالخط نستطيع أن نرسم كيف نكون الخط اسحب القلم فقط على الورقة اسحبه بالشكل المناسب حينما أشاهد الشجرة أمامي أحلل الخطوط الموجودة في هذه الشجرة أبدأ أسحب القلم على نفس الخطوط الموجودة في الشجرة ولكن على الورقة أصغر شكل الشجرة عندي على الورقة وأبدأ أصغر الخطوط وأنقل من الطبيعة الشجرة كما هي أنقل الدراجة كما هي بشكل مصغر أيضا الطفل الذي يقود هذه الدراجة أنقله بعد ذلك أحبتي انتقلنا إلى الدرس الرابع في الوحدة الأولى وهو الدرس الأخير في مراجعتنا اليوم تعلمنا أن الله سبحانه وتعالى خلقنا نحب الجمال وفي المدرسة نتعلم كيف نرسم أشياء جميلة وأن الرسم منتع ومفيد لأنه يعلمنا كيف نصبح فنانين وكيف نعبر عن جمال الأشياء من حولنا تعرفنا في الدرس الأسبوع الماضي هذا كان الدرس الأخير في الوحدة الأولى تعرفنا فيه على الكثير من المعلومات المهمة والرائعة والجميلة تعرفنا فيه على أنواع الألوان وتعرفنا فيه على الأدوات التي سنستخدمها في الرسم أيضا رسمنا معا مبنى للمدرسة بشكل عام وسريع عرفنا طريقة التلوين عرفنا أنه التخطيط والخطوط الأساسية الخطوط هي الأساس في الرسم عندنا خطوط أثوقية وعندنا خطوط عمودية تعلمنا كيف نرسم النخلة باستخدام الخطوط المختلفة والشجرة التي توجد أيضا باستخدام الخطوط ثم تعلمنا طريقة التلوين والطريقة الصحيحة لمسك القلم فأيضا تعرفنا على صور رسمات للطلاب وطالبات فازوا بجوائز من الخطوط السعودية طبعا نوجهكم دائما إلى متابعة الأخبار باستمرار والبحث عن المسابقات والاشتراك فيها فهي التي ستكون سبب في إظهار فنونكم على مستوى المدينة التي أنتم فيها أو حتى على مستوى السعودية وإن شاء الله طبعا تمثلون الوطن بلوحات أجمل وأروع وفيها فن أكبر بكثير من كذا طبعا أحبتي أدوات الرسم عندنا قلم الرصاص وقلم الرصاص هو أفضل ما يستخدمه الطالب والطالبة في الرسم حيث أنه يساعدنا في تصحيح الأخطاء إذا ارتكبناها أثناء الرسم بعد ذلك عندنا الممحة وهي الممحة صديقة لقلم الرصاص فحينما يوجد قلم الرصاص لابد من وجود الممحة وظيفة الممحة تساعدنا في محوى الأخطاء وتصحيحها والرسم مرة أخرى أيضا تعرفنا على البراية أو المبراة وهي التي نستخدمها في بري قلم الرصاص وأيضا في بري الألوان الخشبية بكافة أنواعها حتى نتمكن من التلوين بها واستخدامها بالطريقة الصحيحة أيضا في القسم العملي تعلمنا من أدوات الرسم أنواع الألوان المختلفة من ألوان شمعية ومن ألوان باستل ومن ألوان خشبية ومن ألوان فلو ماستر ذات الرأس وذات الرأسين وغيرها وكيف نستخدم هذه الألوان وكيف نستمتع باستخدامها وبإمكاننا طبعا في الرسم الوحدة نستخدم أكثر من نوعية من الألوان لا يوجد مانع أن تستخدم الألوان الفلو ماستر مع الألوان الخشبية أو الألوان الشمعية الألوان الشمعية الزيتية صعب استخدامها مع بقية الألوان لأنها تحتوي على الزيت وممكن تخرب عليكم الألوان لكن الألوان الفلو ماستر مع الألوان الخشبية تمشي وتطلع فيها نتائج جميلة ورائعة بعد ذلك تعرفنا على المحافظة على الألوان جيدا وأن أقلام التلوين نستخدمها على الورق وعلى الأعمال الفنية المناسبة ونغطيها دائما حتى لا تجف ونعيدها في مكانها في نهاية الدرس تعرفنا على أهم شيء وهو الطرق الصحيحة لمسك أقلام التلوين وقلم الرصاص أثناء الرسم فهذه الطريقة مثلا في الشكل الأول هذه تساعدني في تلوين المساحات بالألوان الخشبية بشكل أسرع وأيضا أنا حينما أميل القلم بهذا الشكل فأني أعطي مساحة أكبر للتلوين على الورقة حينما أمسك القلم بهذه الطريقة وألون به فأني أعطي مساحة أكبر وتساعدني أيضا في التلوين بألوان فاتحة خفيفة يعني حينما أضغط على قلم التلوين الخشبي بقوة سينتج لدي لون قوي لكن حينما أضغط عليه بخفة فإنه سينتج لدي لون خفيف طريقة مسك القلم تساعدني في التلوين بدرجات خفيفة أما إذا سكته بالطريقة الثانية هكذا فإنني سأحصل على درجات قوية من اللون لن يكون فاتح وغامق ولكن سيكون اللون تأثير على الورقة خفيف أو قوي أما اللون الفاتح والغامق فإذا ردت الحصول عليه بخلطة مع اللون الأبيض أو مع اللون الأسود الطريقة الثالثة في مسك قلم بالقلم هي هذه الطريقة وهي تستخدم للكتابة وتستخدم أيضا لرسم الخطوط التي لا أرسم بها خطوط كبيرة يعني من طرف الورق اليمين إلى الطرف الأيسر ومن الأعلى إلى الأسفل وإنما خطوط صغيرة ورسمات بسيطة جدا أما في التلوين بالمساحات الكبيرة فإن نستخدم الطريقة الأولى والطريقة الثانية الموجودة أمامكم على السبورة أحبتي بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية مراجعتنا للوحدة الأولى إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته